رحمة الله وبركاته إخوتي واخواتي أخونا عبد الرحمن يقول ماذا تقول عن النساء وفضلهن؟ هل من كتب تتكلم عنهن؟ أما النساء يا أخي السائل الكريم والشريعة الإسلامية ما علقت ثوابا ولا عقابا على وصف ذكورة ولا أنوثة وإنما الذكورة والأنوثة وصفان طرديان لا يتعلق بهما مثوبة ولا عقوبة الله جل جلال بيّن أن الذكر والأنثى سواء في الثواب والعقاب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولذلك القرآن الكريم الذي يحدثنا عن الأنبياء والأولياء والصالحين من الرجال يحدثنا عن فرعون وهامان وقارون وأمثالهم من شياطين الإنس والقرآن الكريم الذي يحدثنا عن النساء الصالحات من أمثال آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يحدثنا كذلك عن حمالة الحطب التي ستصلى مع زوجها نارا ذات لهب ويحدثنا عن امرأة نوح وامرأة لوط التي قال الله لهم ادخل النار مع الداخلين فهذا هو الأمر بعد ذلك النساء الصالحات الفاضلات ولفت عنهن كتب كثيرة قل لا أن تفتح كتابا من الكتب التي عنيت بالتراجم إلا تجد فيها تراجم للنساء الصالحات كما يوجد فيها تراجم للرجال الصالحين مثلا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني أو كتاب أسد الغابة في تمييز أو في بيان الصحابة لابن الأثير أو الاستيعاب في فضل الأصحاب للحافظة بعمر ابن عبد البر أو مثلا أوسع من ذلك كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الزهبي رحمة الله على الجميع تجد أنه ترجم لكمية من النساء وأما إذا كنت تريد كتبا مخصوصة فهناك كتاب نساء النبي وكتاب سيدات بيت النبوة كلاهما لبنت الشاطي الدكتور عائشة عبد الرحمن رحمه الله